ينضم إلينا من العاصمة العراقية بغداد مصطفى القطان مراسل الغد مصطفى يعني تفاصيل بيان الرئاسة العراقية فيما يتعلق بمطالبة تركيا باعتذار رسمي يعني بيان رئاسة الجمهورية كان واضحا صريحا مباشرا باتهام طبعا وقوف تركيا خلف هذا الهجوم الذي حدث يوم أمس على السور الخارجي لمطار السليمانية وذكر بيان رئاسة الجمهورية العراقية بأن على الحكومة التركية تتحمل مسؤولية هذا الاعتداء وأن توقف الاعتداءات المستمرة التي تقوم بها تركيا والمرفوضة من قبل جانب العراقي بالتلويح أيضا باتخاذ إجراءات أكثر حزما إذا ما لم تقم تركيا بإيقاف هذه الاعتداءات طبعا بعد تقديم اعتداء رسمي للجانب العراقي أيضا نائب رئيس البرلمان العراقي محسن مندلاوي كلف لجنة الأمن ودفاع النيابية بقيام بإجراء تحقيق حول هذا الهجوم وكذلك تقييم الموقف لكي يكون هناك أيضا ربما موقف رسمي واضح من قبل السلطة التشريعية في العراق الجانب التركي حتى هذه لحظة لم يعلق على هذه الحادثة بشكل واضح بيان حكومة تقديم كردستان أيضا عبرة المتحدث باسم الحكومة جوتيار عادل أيضا رفض هذا الهجوم لكنه أيضا القى باللائمة على السلطات المحلية في السليمانية بسبب طبعا السماح لبعض الجهات التي تعتبرها تركيا معادية لها بالتواجد في السليمانية وطالب بمنع وجود هذه الشخصيات في المحافظة لكي لا يتعرض المدنيون لمثل هكذا هجمات بالتالي هذا الهجوم قد حدث القيادة المركزية الأمريكية أكدت بأن كان هناك هجوم استهدفة قافلة كان يتواجد فيها مظلوم عبدي بالإضافة إلى ثلاث عسكريين أمريكيين في نفس هذه القافلة دون حدوث إصابات أو سقوط ضحايا جراء هذا الهجوم وأيضا القيادة المركزية تقوم بإجراء كل تحقيقاتها لمعرفة ملابسات هذا الحادث نعم يعني مصطفى السلطات التركية كانت قد أغلقت المجال الجوية بينها وبين مطار السليمانية قبل هذه الحادثة ربما بنحو ثلاثة أيام فتبريرات ذلك من خلال المراقبين لديك وإلى أي مدى تتأكد حكومة بغداد من مسؤولية تركيا عن هذا الخصف؟ تركيا تعزو هذه الخطوة ليقاف رحلات خطوط الجوية التركية إلى محافظة السليمانية منها وإلى مطار السليمانية وبالعكس بسبب زيادة نشاط جماعات إرهابية بحسب وصف جانب التركي ربما التقى المتحدث باسم حكومة قريم كردستان ضمنيا بهذه الفكرة ببيانه حينما قال بأن هناك بعض الجهات التي التعبث بالأمن تتواجد في السليمانية وبالتالي الجانب التركي يعلل هذه الخطوة على أساس أن هناك ربما تواجد لعناصر تابعة لوحدات حماية الشعب الكردية وحزب العمال الكردستاني التواجد في مطار السليمانية وبالتالي اتخذت هذه الخطوة كإجراء احترازية جانب العراقي بطبيعة الحال في مرات عديدة رفضت تدخلات تركيا سواء البرية والعسكرية والجوية منها داخل الأراضي العراقية والطالما صرحت بغداد بأن هذه العمليات العسكرية هي عمليات أحادية الجانب استادعى العراق الكثير في كثير من مرات سفراء أنقرة في بغداد من أجل تسليم المذكرات احتجاج بل إن حتى العراق توجه إلى المحكمة الدولية ومجلس الأمن الدولي من أجل يقاف هذه العمليات العسكرية التركية وحادية الجانب دون أي آذان صاغية من الجانب التركي نعم يعني بيان الرئاسة العراقية أيضا يتحدث عن موقف حازم لمنع تكرار هذه العمليات ويعني موقف صارم في حال تكرارها أيضا من خلال المراقبين ما الذي يمكن أن تفعله حكومة بغداد لمواجهة مثل هذه الأعمال التركية في المستقبل يعني إذا ما راجعنا موقف وزارة الخارجية العراقية في طبيعة الحال تندرج ضمن أطر الدبلوماسية وكذلك رسالة احتجاج واستدعاء السفراء وما شابع ذلك هناك ورقة أخرى قد يستخدمها العراق وهي ورقة الاقتصاد باعتبار أنه يمتلك تبادل انتجاريا كبيرا بينه وبين تركيا أو على أقل تقدير يستورد بمبالغ طائلة من تركيا مواد غذائية وكذلك مختلف المواد التي يحتاجها العراق وبالتالي قد يستخدم العراق هذا الجانب يستبعد الكثيرون هنا من المختصين السياسيين والمتابعين السياسي العراقي بأن يقوم العراق بأي تحرك عسكري ضد جانب التركي لكن قد يلعب العراق على ورقة الاقتصاد التي تعتبر ورقة فعالة ضد جانب التركي إذا ما أراد أن تقوم تركيا بكبح نشاط هذه العمليات العسكرية المستمرة في داخل الأراضي العراقية والتي لطالما أيضا تستهدف مختلف الشخصيات التي تتواجد في سليمانيا أو في أربيلا أو في دهوك عبر طائرات مسيرة أو طائرات مقاتلة تركية شكرا جزيلا لك مصطفى القطار مراسل غد كنت معنا من العاصمة العراقية بغداد